هذا مثلث أمني خطير لأنه هذا المحل هو أخطر مكان بالنسبة لهم ثلاث سنوات عمر مخربوا في أربع سنوات أسمع سياح النساء صوت النساء أنقذوا العيال ابني كل واحدة تبكي وتصيح على ابنها أخي برضو برضو قنس قنس وهو مروح ويطلع الطلقة هنا وخرقت له من المكان هذا وابن كريمتي برضو واحد ثاني برضو قنس قتل بقنس وكثيرين قتلوا بقنس أنا من عسرتي خمسة موسيقى 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 وضعت ميليشيا الإنقلاب عند اجتياحها المسلح لمدينة تعز جملة من الخطط التي كانت تعول عليها في بسط سيطرتها الكاملة على هذه المدينة عسكريا وأمنيا وإداريا الخطة الأولى بداتها من حي مشروع المياه في مديرية صالة شرق المدينة الحي الذي يمثل حلقة وصل بين مراكز الثقل الإداري والخدماتي والأمني في المدينة بدءا بمبنى المحافظة الذي يحاذي الحي شمالا مرورا بمشروع المياه ومبنى الإدارة العامة لشرطة تعز والبنك المركزي جنوبا وصولا إلى مقر الشرطة العسكرية ومبنى صحيفة الجمهورية ومنزل المخلوع صالح من الجنوب الشرقي هذا مثلث أمني خطير لأن هذا المحل هو أخطر مكان بالنسبة لهم لأنه هذه حكومة كل الدوائر الحكومية موجودة هنا للمحافظة للأمن للشرطة الصحيفة كانوا متواجدين في المحافظة كجنود تبع الدولة في وقتها الحالي أيام علي عبد الله صالح كانت المدارس يعني سجون بالنسبة للمحافظة وبعدين ما حد يدي له خبر من السجين حقك هذا من مرة خطح مرة خمعهم سلاح شلوهم دخل الفرع هذا سلاح ودخائر شلوها ونسهروا الحوبة قالوا أني كان قديت لهم أوامر بخراجهم من المدينة وبعدين رجعوا حدود دخلوا لجنبيت السلالة وكمبروا ست سنواتهم يضربونا من جنبيت السلالة أنا لا دخل فرع بسيطرتها على حي المياه استطاعت ميليشيا صالح والحوثي في بادي الأمر التحكم بالمشهد الإداري والأمني في مدينة تعز بشكل عام سيطرة دعمتها بتحشيد عسكري مكثف وانتشار واسع لدورياتها وعناصرها في الحي والأحياء المجاورة له من كل الاتجاهات بما فيها الطريق الرئيس للمنفذ الشرقي للمدينة فارضة بذلك أمرا واقعا وسط انتهاكات مارستها الميليشيا انعكست سلبا على واقع الحياة بشكل عام إنسانيا ومعيشيا وخدميا بحسب الشهادات الموثقة منسكوا هذا محمد هذا ابني وطلع يخزن بصبر هو واحد زميلة منسكوا مجعن مدرسة أرواح وضيعهمه خمسة وخمسين يوم وأنا دور بعدهم من مكان لمكان يلا طلعتهم من مدرسة أرواح هذا الحوثيين اللي يستهدفوا الناس يعني يحتلوا البيوت يعني لا في حاجة يعني يكرهوا تعز كان في مراسلين معاهم بعدها في كل مكان حتى أنا لاحظت يوم أنا كنت بالبيت داخل واحد يتكلم من جنب الطاقة من خارج كنت أبكر أصلي فجر وثنين باب البيت وثنين باب الشايباب وثنين باب بيت العيداروس كم بنصر لي فاجت ونخرج أرجع معاهم المهم مراقبين لنا عن كذب لواحد يزل زلة أو شيء على طول بس لما يمسكوك ما تدريش أين انت قطوا على عيونك لوبك بالسيارة ساعة ساعة ونص طرحك نزلك في مكان حتى أنك ضيع المكان كامل كانوا متواجدين هنا وماسكين في هذه المنطقة ولن تستطيع الخروج للدخول إلا بإذنهم ومن الساعة ومن المغرب كانوا لم يستطيع أي مواطن الدخول إلى منزله كان خوف وروعب ما كانش سهل لأنهم أنا قاووا قاووا كب السلاح وقاووا كب قاووا خاف على أول ما وصلهم خوف كان روعب ولا أكبر ضر إلا المتحوثي الحوثي صاحب صعدة ما يعرفك ولا هدار النهدي بيتك حصل نهب نهب بيوت هاتك عرب يعني وقع مشاكل ماهيش حالا اتخاذ الميليشيا من هذا الحي مقرا للتحشيد والإمداد العسكري للجبهات المتقدمة لها في الأحياء الأخرى دفعها إلى تبني سياسة الدفاع عنه بقوة لضمان عدم امتداد المواجهات إلى محيطه بعد شهور من سيطرة الميليشيا على الحي بدأ الخناق يضيق عليها من قبل المقاومة على نحو لم يدعها تلتقط أنفاسها لترجمة مشروعها التدميري كما حدث في أحياء أخرى الأمر الذي دفعها للانسحاب إلى معسكر التشريفات وحي بازرعا وتلال سفتيل ومقر قوات الأمن الخاصة ومنها بدأت بسياسة انتقامية على حي المياه من خلال قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة كانوا ايش يضربوا اشتو المشروع اللي تسفق لا فوق المواطن واللي تقصر لا فوق المواطن لأنه أعتقد أن اللي كانوا فوق المدفعية ما هم اش مدفعيين عندهم بداية ما دربوهم اشتدريب كامل كانوا يضربوا الضرب عشوائي كما عند الدبابة من عبرقات الدبابة تلقيبها تنتين الظهر كانوا يرجيسان رجيسان رجيس حصلتمها انا هو الحرس ومجم جمع الخير ضربوه ضول الليل في الدبابة هذك قلت كده شرعيه هذي ما أحد بحد كده في الحديدة قلت اللي يضربوا هذك الضرب بكله ولا فاين ضربوا بيت واحد هانا وراحت مرة لحد الآن هي على ظهره انا جمي تعني موقف مؤلم مؤلم جدا معاها ثلاثة عيام واحد ابنها الصغيرة تخون الى الان ذو عذب الباكورة ما هي على ظهره لا حد الان تعني لها ثلاث سنوات هي على ظهره الوالد رحمة الله تغشاه كان مروح من المسجد يعني بعد صلاة المغرب وهم روح صلاة المغرب وخرج بعد صلاة المغرب الى جنب البيت وجاءت القذيفة الى الجنب القريب من المنزل قتلوا اثنين الوالد الله يلحموه واحد ثاني واصبوا حوالي ستة عشر نفر في القذيفة حاجات مؤلمة مؤلمة جدا فعلوه مش اللاه هانو بس حتى بالجحملية ومع الاسف ان كان الضربي من شارع الستي ومن الحوبان عملية قصف ميليشيا صالح والحوثي عقب الاندحار كان ضررها اول الامر على مقومات البنية التحتية ومنازل المواطنين لكن الضرر تضاعف اكثر حين بدى الاستهداف يطال المدنيين العائدين من نزوحهم الى منازلهم ليخطف ارواح كثيرين بمختلف فئاتهم هذا الضرر قذائف شي ما تقول حرب ابادة يعني الشارع هذا اكثر من خمسين قذيفة طرحت بها واكثر من خمسة وثلاثين او ثلاثين فرد اللي قتلوا هنا ترى الشضايا وترى المواد التي يرمونا بها في القذائف ما ندري اش من القذائف ترى قذائف دخانية يعني تسبب لبعض الناس امراضة رأوية يوم ما تكونت صليت عصره انا رجعت للبيت شربت لي شاهد وخرجت قلت نزولت ديروتي من الفرمن اللي تحت المحافظة لان البقالة ما فيش انا تحت نزلت من باب المحافظة الفتوى الصمدي جاية من بيت من عند جامع شعرة ورأيها قل شارو حديروتي واجي قال انا شخلي الابن اشتري لي لي ولا يجلس من التحاكم عادي احنا جرى السيناء اللي وصاروا خطبا جاءت شرية بزت هذا كامل ما عرفت اللو السنون نزليني بس ان الفكي الحمد الله ما فيش إلا اقترش هذا كامل هي العملية من هانا لهانا فانا كنت صيح من هانا ومنزل قلت رزموا لي وشضايا مليان الرجال خلاص انتهى ابو والد صغير كانوا عيال صغار يلعبوا بكرة كده صغيرة حمراء جاء الصاروخ بز واحد من العيال بزلوا من هانا هكذا انه جاءت له شضية حق الصاروخ من الاخوها اللي يصيبوا اخه يعني توفى يمكن حوالي قبل ثلاثة شهور او اربعة شهور متأثر بالشضايا هذه لانه الشضايا هذه دخلت الى الرئة الى القلب وما قدر الدكاترة ان يخرجوا هذه الشضايا لان الشضايا صغيرة واثرت على بعض الشباب بعض الشباب يعانوا من الشضايا والمواد السامة علي احد العائدين من النزوح بعد اندحار الميليشيا من الحي عاش حكاية مؤلمة مع قذائف الميليشيا العشوائية التي كانت تتساقط على الحي بشكل عام والاستهداف المباشر لمنزله المواجه لمنطقة السلال بشكل خاص كل حاجة الرصاص كلها المدافع والرشاشات والهون والكل مولد داخل البيت ست سنوات ام بسبس سنوات ست سنوات المخرفت هربت انا من داخل البيت ما عجلتش سيت الحوبة انقمرت عندي اربع سنوات ثم بعد اندل الصنعاء المام واخر المخرف رجعنا احنا في التقوى المام خربوا لنا بالبيت وشمته ها ثلاث سنوات اعمر وخربوا في اربع سنوات ما هرقوا لكل نساء وهم ضربوا لداخل البيت ولا خلوا دقل من قل اطلع ولا قاتلتم ولا معير اشي وانا شي باع والملاح عيون وهنا حال ادخل دار رمعت وقام يضربوه ست سنوات لا داخل البيت هذا ما افعل دبهم ولا افعل دبهم ما عجل ما سر ادخذ امشي انما عاقبك حورة تخوروا البيت ما انا قلت امام مأساة علي لم تقف عند حدود الدمار الذي لحق بمنزله فقط فاستهداف الميليشيا للمنزل بمقذوف خطف ايضا روح زوجته للابد عند من حراوة ما روح زوجته قلت يا الله بسم الله أخذت يدي إياهي أنا هيك دي جبل في الحجرة كنت أم الحماء على دخلتها التعنى ما أسمعت الضربة وأنا في جبها في البعد لأنه بس سنظل ما عزت تريد بحسيب طعق الخبار ولا عزت تريد أين أنا تسمعت تلم وقلت آه آه خرش الأخرية صيح يا خبرا يا غارض بعض الناس هربوا جولة هنا وهربوا كان في ضرب آه رحص الله الرحمة ما نفعل كان عادي تصلح لنا كارس كهوة ولقماء لا حوله ولا وقتين لها العزين هذا يوم واحد بعشرين حقهم العيد بعد ما كان من يخطط هذا عبدالكريم جديد عبداللمالك ومدري ماذا يخطب بعد ما كان من يخطب ويضربوا على هناك المهم جمدوا حتى هو مرة وهي بدتدرس في بعد رمضان في الستابك بدرس هكذا ودخلت لها تلقى من الطاقة لقوا تهمها 12 سبعة منها لقوا تهمها وهي هكذا بدتدرس تلقى من الطاقة تلقى من الطاقة تلقى من الطاقة تلقى من الطاقة بالرغم من كثافة قذائف الميليشيا على هذا الحي وتساقط الضحايا يوما بعد آخر عاد أغلب السكان إلى منازلهم بعد أن أرهقتهم تبعات التشرد والنزوح وأرادوا فرض واقع مدني علّه يجبر الميليشيا على التوقف عن إطلاق قذائفها على الحي لكن الميليشيا واصلت استهداف الحي بشكل عشوائي وبسبب سقوط قذيفة عشوائية على أحد المنازل أصابت شظاياها مجموعة أطفال وهم يلعبون بينهم ولد محمد في 2017 كانوا الأبناء في المنطقة هذه خلفكم والعمارة أمامكم يلعبون جنب التوانك هذه التي هي موجودة الآن هنا يلعبوا فتاتير يعني أطفال أبرياء أنت جال أطفال أبرياء يلعبوا أطفال يعني يلعبوا لهم من هذا الفتاتير ولا يلعبوا لهم ربالات كذا وكذا يعني آمنين وصلت قذيفة هاوزر أو هاوان إلى فوق العمارة وينزل الرخام مع الشضايا تقطع حمق الطعام وأنا كنت نائم في الغرفة بجانب القذيفة العمارة الذي جنبها فلت الزجاج والطيقان كلها إلى فوق جسمي كله الآن كله شضايا أسمع سياح النساء صوت النساء أنقذوا لأبني كل واحدة تبكي وتصيح لابنها نخرج إلا على ضحايا مفروشين ثلاثة هنا الثنين لم نجد رؤوسهم لم نجد رؤوسهم نهائيا الثنين من الأطفال انتهت تماما مع الباقي للقشرة حق الرأس وابني هذا الجنب هذا كله أفتقه نصين أشتق الراس حقهم على وجه نصين ولا نجد له إلا في اليوم الثاني في اليوم الثاني نجد له إذن وعين موجودة هنا بالشارع مجدولة صبنا به هلع لما طلعنا وشوفنا الشظايا وشوفنا الحجار حتى برضو من الحجار من القذيفة يعني بسبب قوة القذيفة يعني حجار رخام طبعا حجار رخام مع الشظايا بتقطع الأطفال يعني تحصل واحد رأسه مبقوط والله يعني رأسه مبقوط واحد وواحد الرأس حقه ما شوش من هنا قد تشوف قد تنصدم أنت لما تشوف مثلا أنت قدامك يعني شوف حيوان أو حيوان لما تشوف مثلاً حيوان ترتال الحيوان ما بالك لما تشوف قدامك أطفالهم أبرياء أطفال عمره سبع سنوات ثمانية سنوات يلعبوا ربالات أو يلعبوا لهم فتاة تيرة أو شيء آمنين ما هم بشي ياري أن الأمور هذه باتقي لهم كذا أمهم كانت جالسة مع الحريم الذي تعيش وكانت تصيح عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله خلاص يعني أغبر عليه مع مممم للعان وهي في هسترة واصل كل ما تذكر الموقف تصيح عبد الله وهي حتى في النوم لأنه كان الولد الزغير الذي باقيه لنا وكان اليد اليمنى لأمه ولأبيه أسلوب عبثي آخر ذهبت إليه ميليشيا صالح والحوثي كتعزيز لتوجهها التدميري والانتقامي في هذا الحي تمثل بتفعيل سلاح القناصة بشكل دائم ومنظم قصص هذا التوجه كثيرة وتفاصيلها مؤلمة اقتبسنا منها نماذج قليلة كخلاصة لعشرات الضحايا ابن عمي الله يرحمه قنص هنا جنب الباب هنا جنب الشجرة هنا في المنطقة هذه اللي هنا جنب البرميل هذا وهم روح وأخته يدق الباب على أخته كان ساكن في البيت هذا البيت هذا الآن خلاص أصحاب البيت مصابين بصدمة أخته مصابة تقريباً الآن عندها يمكن الكبد بأثار أنها لما فتحت له الباب وهو مستقيم كذا يعني تشوف يعني تشافت الرأس حقه تفرقش كذا قدامها ويعني حتى اللحم حق الرأس والكذا والله إننا نحن لقطناه من فوق الشجرة هذه وقدل هناك ما قدرناش حتى أن نحن نسحبه كنا نسحبه من المنطقة هذه ما قدرناش كان يقنص على اللي بيقرب لعنده واحد من الأخوة قزاه الله خير يعني تسحب تسحب إلى هذا المنطقة هذه وقبنا حديد كذا طويلة بخطاطيف وسحبنا كذا بالخطاطيف وسحبنا إلى المنطقة هذه وسعبنا آخر واحد قتل صلينا نحن وهو تراوح وخرج عادوا طلع الدرجة يشتري له حاجة من البقالة والقنص ضرب عليه ومات بساعته أنا أخي برضو برضو قنص قنص وهو مروح ويطلع الطلقة هنا وخرقت له من المكان هذا وبن كريمتي برضو واحد ثاني برضو قنص قتل بقنص وكثيرين قتلوا بقنص أنا من أسرتي خمسة كنا قتلوا تقريبا ستة أو سبعة في شارع حدا هنا بالركن هذا تقريبا ثلاثة كنا لا نستطيع أن نخرج من باب البيت نقطع الشارع هذا من هنا لا هنا أنا قنصت أنا أنا وأنا مروح أنا وأنا ذاو قنصت يعني حوالي يعني لا حد الآن وأنا أعاني من القنص لأنه أول ما قنصت بتطلق هذه طلقه حوالي 12 سبعة ولان هنا عاني الآن عمليات ثلاث عمليات وأنا يعني استأصل 8 سنتي من الأمعات دقيقة 8 سنتي من الأمعات الغليظة والقسم حقي يعني بأثار الطلقة الغشاة حق البطن حقي ضعيف أنا أروح لعند الدكاترة يقول لي الغشاة حق البطن حقي ضعيف يعني من أثار المغذوفات اللي يقذفون في بها من أثار الطلقات اللي يعملون ومعناش عارف هل هي موادسة أما هل هي شيء يعني لو أروي لك أنا لو أفتح لك البطن حقي تشوف العمليات يعني عملية استكشافية من هنا إلى هنا يعني عملية بعد الطلقة وعملية ثانية اللي أنا عملتها يمكن حوالي قبل حوالي ثلاثة شهور أو أربعة شهور والدكتور يقول لي لازم لك عملية الآن إن شاء الله بعد العيد الكبير من أثار المواد هذه السامة اللي تعصيبنا بها من هذه الطلقات التي يرمونا بها والقذائف وكل ساعة ما قاتل تلخل تهدس معا من هذا القناة الساعة يقول سهم النسبة يجي حال وحالة ولا خلوا حاجة ما حصلوا قبحوا كأنه ولا هودجاج الممي يكتله شاهل كبير مرة صفير يلا بسم الله الرحمة من الشعب يعني هذول المواطنين لا هم شي عسكر ولا هم شي ولا هم قيش وطني ولا هم شي نساء يعني يدوروا لهم لكم تعيش يدوروا لهم آمن وآمان يدوروا لهم عايش اللي هم داخل بيوتهم هقروا الناس من البيوت يعني ناس خرجت من البيوت نزحت من البيوت هقرونا جرائم ميليشيا الانقلاب المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حي مشروع المياه خلال السنوات المنصرمة مؤلمة جرائم أفضت إلى واقع مليء بالتبعات النفسية والجسدية عن الضحايا بمختلف فئاتهم العمرية تبعات سيظل يعاني منها السكان على المدى البعيد في ظل استمرار قصف الميليشيا المتقطع على هذا الحي بشكل خاص وحربها وحصارها على المدينة بشكل عام الوضع الآن والله إحنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى وحامينا ربنا وإلا من القصف مستمر يضربون واصل القناص هذا خاصة في الليل يضرب لك في الليل هذا لا بين البيوت للشارع لا أي مكان مستمر القصف ما فيش بهم حوف من الله ولا فيهم رحمة ولا فيهم شيء يعني دائما هكذا على الأطفال وعلى النساء نسأل الله أن السلامة وأنها لا تعود الأيام هالك لأنه أيام صحبة صحبة جدا لا فارع عليك لا مجلس أمن ولا طلحان ولا نزلان ولا المنظمات اللي فيه ما حصلنش من المنظمات هكثر إلىك المواطن مسكين وضعيف المواطن يدور له لو ما تعيش ما يدور لهش لا يدور له لا يدور له لا يدور له لا سلطة ولا يدور له شيء ولا يدور له رئاسة ولا يدور له يقولوا لهم ما تعيش، يشتي يعيش ويأمن ما نشتيش حاقة ثانية، نحنا نشتي نعيش ونأمن نشتي نعيش داخل بلادنا، نشتي نأمن اشتركوا في القناة